تنفيذ لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتحطيط العمراني أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لمباشرة زيادة المنتفعين من برنامج مزايا للعام 2022 بواقع 500 مستفيد إضافي ليصل عدد المنتفعين من برنامج مزايا هذا العام إلى 2500 منتفع والإعلان عن المزيد من الخيارات التمويلية للخدمات الإسكانية خلال المرحلة المقبلة ورفع ترميحي في هذا الصدد عميق الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على ما يليه من رعاية واهتمام بالقطع الإسكاني ضمن المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين منويهة بالمتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ليكون المواطن دائما وأبدا أساس كافة العمليات التنموية وأشارت الرميحي إلى حرص الوزارة على زيادة تسهيل إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الإسكانية من خلال برنامج مزايا وموصلة العمل على البرامج والمشاريع الإسكانية ووضع الخطط والمبادرات التي تكفل تحقيق هذه الأولوية كما أكدت الوزيرة حرص الحكومة على توفير كافة المتطلبات التمويلية واللوجستية لها من أجل توفير الوحدات السكانية لأصحاب الطلبات حتى الوصول إلى الأهداف المنشودة وأشارت الرميحي في هذا الشان إلى استمرار الجهود الوطنية في العمل على تلبية تطلعات المرحلة الراهنة وما تتطلبه من إنجاز متواصل وحلول إسكانية فورية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين المستحقين للخدمات الإسكانية تلبي احتياجات المواطنين المستحقين للخدمات الإسكانية